قرار تنحية الوزير الأول عبد المجيد تبون من منصبه وتعين أحمد يحيى في مكانه أسال الكثير من الحبر على الصعيدين الدولي والعربي وكل على طريقته تعطت معظم الصحف مع الخبر صحيفة القدس العربي عنونت لماذا طار رئيس وزراء الجزائر وجاء في مقالها يمكن اعتبار عبد المجيد تبون الأسوأ حظا بين رؤساء حكومات الجزائر قاطبة فرئيس الوزراء الذي استلم منصبه قبل أقل من ثلاثة أشهر عاد ليبدأ يومه الأول بعد إجازة صيفية قصيرة لكنه وجد أن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالته قد سبقه أما صحيفة الشرق الأوسط فعل جات الموضوع تحت عنوان صراع المال والسلطة يطيح رئيس وزراء الجزائر وجاء في مقالها أطح صراع المال والسلطة رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون أمس إذ أعلنت رئاسة الجزائرية في بيان إقالته من منصبه بعد ثلاثة أشهر من تعيينه موقع فرونس فنتكات ناقش الموضوع تحت عنوان صراع مراكز القوى يطيح بعبد المجيد تبون من رئاسة الوزراء وجاء في المقال على عكس قرار تعيينه الذي جاء مفاجئا كان قرار رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إقالة عبد المجيد تبون من رئاسة الوزراء متوقعا للمراقبين السياسيين أما موقع البي بي سي فكتب مقالا تحت عنوان بوتفليقة يقيل رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون وكتب صاحب المقال أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون الذي شغل هذا المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر